هنبدأ على طول عشان عندنا يعني كلام كتير قوي عايزين نخلصوا الحلقة دي هنبدأ بالكالسيوم والكالسيوم ده أهميته أنه بيحافظ على قوة العظام والأسنان وبينظم عمل الأعصاب والعضلات وضروري للتجلط الطبيعي للدم الكالسيوم كمان ضروري لتنظيم الإنزيمات وتنظيم ضغط الدم الكالسيوم موجود فين؟ موجود في الحليب ومشتقاته كل الناس عارفة كده موجود في السمك كل الناس عارفة كده لكن هل ناس كتيرها تعرف أنه من أغنى مصادر الكالسيوم هو السمسم؟ السمسم واللوز والخضار اللي ورقه أخضر أي خضار ورقه أخضر مليان كالسيوم؟ أنا بقول كده عشان الأمهات والأطفال فيتامين دي والإينوسيتول والفوسفور والماغنيسيوم بيساعدوا الجسم أنه هو يمتص الكالسيوم كويس في حين أنه فيه مواد تانية تمنع انتصاصه زي إيه؟ زي الكميات الكبيرة من الملح الناس اللي بيحطوا ملح كتير على الأكل والملينات وبعض الأدوية المدرة للبول وبعض المضادات الحيوية والجرعات الدوائية الكبيرة من أقراز فيتامين به المركب عرفتوا بقى الناس اللي بياخدوا فيتامين به كل يوم كل يوم ممكن يبقوا مش منتبهين أن فيه زيادة عن الحد في الجسم مش بس ده له خطورة لكن بيمنع الجسم ده من امتصاص الكالسيوم عشان كده التوازن يا جماعة مهمة قوي ومهم أن احنا ما ناخدش حاجات عمياني ومهم أن احنا ناخد الفيتامينات والمعادن مبدئيا من مصادرها الطبيعية قبل ما نلجأ للدواء